اشتركوا في القناة الكرة مرحلش ناحية الحارس واحد من نجوم المباراة شاء الكرات صعبة جدا جدا فبالنسبة لي زي ما منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة حارس المرمى بتاع ألافاسي الأسباني هو مفاجأة الحراس فيها دي البطولة أفضل حارس فيه تشكيلي لدور المجموعات خط الدفاع ما فيش شك طبعا أشرف حكيمة ما فيش منافسة في الظاهير الأيمن الظاهير الأيمن واحد من أفضل الظاهراء يبلغبنا حتمين ممكن في العالم مش بس في أفريقيا بالدفاع خاليدو كلبالي السنغال وشانسلينبين بالكونغو وبمناسبة شانسلينبين ما هو كل حاجة ولي بحرى خط الدفاع اللي بيطلع بالمقرأ كل حاجة في الخط الخلف المنتخب الكونغو الديموقراطية اللي لعبونا من حد نتمنى وده اللي الخليم مع وليد الريكروكي أيوة هو الشانسلينبين وا Get Train هو اللي عمل المشكلة مع وليد الريكروكي واحد من أغلى لعبين قمة تسوقية بالمناسبة في أفريقيا لعيب عنده خبرات كبيرة جداً سوف بريمي الليج أو في الليج قام في الضهير الفرنسي وأخيراً كالفين باسي لعب بفولهم في الظهير الآيصر خط الوسط الديس سماسيكو ويمكن كان فيه خناء كده وعدت دور كتير وعدت يعني احترت في لعيب مركز ستة لعيبة كتير قدت مروان عمل مباراة كبيرة لكن متوسط التلات مباريات كمعدل استخلاص ومعدل قطع ومعدل اعتراض للكرات اللعيب الأعلى في البطولة هو ديس سماسيكو لعب منتخب مالي جورجين كودو الجناح الكاميروي اللعب الوحيد اللي عمل خطورة في المنتخب الكاميروي اللعب نادي دمك السعودي لمين كاميرا السنغال مفاجئة البطولة أفضل لعب شاب في أفريقيا عز الدين أناحي طبعاً المغرب خط الهجوم هدف البطولة إميليون سوي ومصطفى محمد مهاجم منتخبنا يستحق التواجد في الخط ده قبل بس مقفل التشكيل في لعيبة من منتخب مصر كانت تستحق التواجد لكن الحالة اللي عليها وإننا كانتش نوعة كتير كناش موفقين وفيه لعيبة تانية في نفس المراكز خلتني مثلاً ما اخترتش مرموش خلتني ما اخترتش تريزي جيه كان أكتر اتنين كنت أنا بحاول إن هما يدخلوا لكن ترتبهم جيه متأخر شيئاً بعض المراكز كنت الخير يا كرام مصطفى محمد الحمد لله الحمد لله عاجبك التشكيلة؟ أوه عشان مصطفى محمد عشان مصطفى محمد اشتركوا في القناة